اكسلنس لمؤتمر الاطراف السيدات والسادة بالنيابة عن افريقيا اشكركم شكرا جزيلا الاخ العزيز عبدالفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة على اراضي مصر الكريمة وليس هذا بغريب على تقاليد مصر العربية وعلى سحرها البحرية قيل الكثير عن الحالة المستعجلة مناخيا والتي تجمعنا اليوم قرائن علمية عدة نبحتنا في عدة مناسبات من خلال ما نعيشه كل يوم باننا نتعايش مع الظواهر القاسية المناخية اليوم علينا ان نتصرف من اجل انقاذ الكوكب من خلال الاستناد الاتفاق باريس حول المناخ وان افريقيا كانت قلتزمت به من خلال حزام الاخضر الذي يجري تنفيذه على امتداد احدى عشر بلد من منطقة السحراء والساحل ان استصلاح الاراضي جار ونشاطات اعادة الغطاء الغابي مستمرة بالاضافة الى خلق مشاريع زراعية السيدات والسادة حتى وان لم تكن البلد اسهمت باكثر من اربعة بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة فان افريقيا تدعم انبعاثات رصينة من الكربون وقدرة على المواكبة من اجل بلوغ نقطة الصفر في انبعاثات الكربون في اجالة معقولة ونحن ندعم الانتقال الاخضر بشكل عادل ومنصف بدلا من قرارات منزلة قد تمس بمسيرتنا التنموية بما في ذلك سبل الوصول المطلقة الى الطاقة الكهربائية التي يبقى ستمائة مليون نسمة من الافارقة محرومين منها واذكر بانه بخابات الحوض الكونغو فان قارتنا الى ذلك هي مهدو وربع ما تبقى الى اليوم من غابات استوائية التي تمنح الكوكب الملاذة الامن للتنوع البيولوجي والاسلوب الانجع في اسر الكربون نحن ايضا نتكيف مع التغير المناخي ونتحمل اعباءه من خلال تطوير مشاريع خضراء يجري تمويلها غالبا من خلال الاستدانة في حين ان تدابير التكيف من المفترض ان تدعم من قبل دول المتقدمة وفقا للتعهدات المتخذة لا امشي للصندوق التكيف العالمي والشراكات القائمة فاننا مع ذلك اطلقنا في ايلو سبتمبر الماضي اطلقنا نداء للعمل من اجل انفاذ برنامج لتسريع التكيف في افريقيا ويجدر الان ان اتقدم بالشكر بلدان الاوروبية ومؤسسات الداعم التي كانت شريكا اسهم بدفع مبلغ قدر 80 مليون يورو وذلك من اجل اعطائي دفع جديد من خلال ضخ 10 ملايين يورو للتكيف حسب هذا المركز الدولي في ان التمويل المتراكم للتكيف المزمع قبل 2030 لن يمثل لسوء الحظ اكثر من ربع من مجمل التقديرات الافريقية والتي جرى تقديرها على الصعيد الوطني في وقت سابق شرم الشيخ اذا مناسبة لنا جميعا بلدان متقدمة ونامية على سواء فرصة من اجل احداث تحول تاريخي لابد من تعزيز جميع التزامات ليس فقط تلك التي تخص تخصيص مائة مليار دولار الى مائتي مليار دولار بما يمكن من تحقيق الاهداف المصطورة الخضوع لاثار ما حدث من خلال تجاهل مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباين امر ضار فكل ملوث ينبغي ان يكون دافعا حتى يتسنى لهذا الكوكب ان يواجه الاوضاع الطارئة افريقيا حضرت في هذا الموعد في شرم الشيخ مزمعت ان المشاركة بشكل مسئول في انقاذ الكوكب وعازمة على احداث التغيير بدلا من الخنوع والتعرض للتأثر ونحن عازمون على التفاعل والعمل مع جميع الشركاء حتى لا يتحول شرم الشيخ الى قمة اضافية على غرار سابقات لها ولكن كي تتحول الى منعطف حاسم يعطي دفعا لفائدة الاجيال المقبلة ووقف التغير المناخ الوقت اذا اليوم ليس وقت الاكتفاء بالوعود بل وقت العمل قد حان لانقاذ هذا الكوكب الذي يجمعنا جميعا شكرا اشتركوا في القناة